تماماً كقفزته المتسارعة يشهد الريال اليمن ارتفاعاً في قيمته أمام الدولار تعافٍ يبعث على التفاؤل يريده المواطن العادي أن ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية إذ لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة بشكل يتناقض تماماً مع الانخفاض الحاصل في سعر صرف الدولار التجار من جهتهم يبررون بقاء الأسعار على ما هي عليه لأن مخزون البضائع التي لديهم حالياً تم شراؤها في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الصرف وبالتالي فإنهم اضطرون للبيع بنفس السعر ومن الطبيعي أن لا يتزامن ذلك مباشرةً مع ارتفاع قيمة الريال إلا أن تساؤل البديهي يتمثل في كيف أن تجار ذاتهم يتسابقون في رفع الأسعار لبضائعهم التي كانت مخزنةً وبالأسعار القديمة مراقبون أبدو مخاوفهم من أن يكون هذا التحسن مؤقتاً لا يستند لإجراءات تتضمن عدم التدهور من جديد الحكومة من جهتها تحاول مواكبة هذا التحسن بشيء من الرقابة الميدانية من خلال نزول لجان ضبط ورقابة إلى المحافظات شملت حتى الآن عدن ومارب والجوف الأمر في جملته اختبار قدرة وكفاءة الحكومة وامتحان أخلاق التجار الذين يعول عليهم المواطن كثيراً نظراً للاحتكاك المباشر بينهم كطرفي عرض وطلب ترجمة نانسي قنقر